قلق متزايد في العراق من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا خاصة بعد اكتشاف حالات من السلالة الجديدة المعروفة بأنها أكثر عدوى من السلالة الأصلية التي تضرب البلاد والعالم منذ أكثر من عام ويستمر معدل الحالات الجديدة في الارتفاع على الرغم من الإجراءات غير المسبوقة والصالمة التي تحاول السلطات في العراق فرضها وهي إجراءات وصفتها قطاعات واسعة بالمتأخرة والمحابية هيئة علماء المسلمين أكدت أن الفشل الكبير في إدارة أزمة جائحة كورونا تسبب في تفشي الوباء وانتشار ضرره مشيرة إلى أن الفشل بدى جليا في الطرق الانتقائية والتخبط الكبير في معالجة الأزمة ومن ذلك إغلاق المساجد ودور العبادة في حين تركت المزارات مفتوحة وهو أمر لا يتفق مع مقتضيات الأحكام الشرعية ولا مقتضيات السلامة الصحية ويشعر العراقيون بالقلق من الوضع الصحي في البلاد حيث يخشى كثيرون من استفحال للفيروس وانتشاره بسرعة أكبر واستعدم قدرة كثيرين على التأقلم اقتصاديا واجتماعيا مع متطلبات الوقاية المتمثلة بالإغلاقات والتباعد الاجتماعي وفي الوقت الذي أعلنت فيه أربيل تسجيل تسع عشرة إصابة من السلالة الجديدة حذرت السلطات الصحية في بغداد والنجف ومحافظات أخرى من خروج الأوضاع عن السيطرة في ظل ارتفاع عدد الحالات المسجلة يوميا وعدم قدرة المؤسسات الصحية على استيعاب الإصابات الجديدة ويتصدر للعراق قائمة الدول العربية الأكثر تضررا من الوباء حيث تجاوز عدد الوفيات حتى الآن 13 ألف ومئتي وفات فيما بلغ إجمال عدد المصابين نحو 665 ألف شخص وعلى الرغم من بدء العديد من الدول منذ أسابيع حملات التطعيم بلقاح كورونا تظهر الإجراءات الحكومية أن الحصول على اللقاح ليس أولوية في الوقت الحالي وأن إجراءات فرض الغرامات وتجديد الرقابة وحضر التجول هي الوسائل الوحيدة لمواجهة الفيروس رغم كل تأثيراتها الاقتصادية الكارثية على البواطن العراقي